أربعة آلاف من طائر الحجل تم إطلاقها بغابات الجهة الشرقية في خطوة ببعث بيئي تغني الوحيش الذي يعرف تراجعاً مستمراً بسبب الصيد العشوائية والنموذج نسوقه من غابة بوكلثوم بجرادة معك عبد الحبيل مرابطة وسعيد نجاري نحن هنا بالمحمية الغابوية بوكلثوم بإقليم جرادة الممتدة على مساحة أربعة آلاف هكتار غطاؤها النباتية الغني بسهوب الحلفاء والجار العرعار يوفر فضاء مغرياً لممارسة القنص لكن تدهور المجال الغابوي بسبب التغيرات المناخية والقنص العشوائي أدى إلى تراجع الوحيش موسم القنص هذا الموسم مر موسم عادي جداً كان سجننا هناك نقص كبير في الوحيش وبالنسبة لمخالفات سجننا حوالي 36 مخالفة بإقليم جرادة ولإعادة إعمار هذا الفضاء الغابوي تم إطلاقه 600 وحدة من طائر الحجل بهدف تكثير أعداد الوحيش وإغناء النظام البيئي بغابات جرادة مبادرة تشرف عليها سنوياً مع نهاية كل موسم قنص الجامعة الملكية للقنص ومندوبية ومحاربة تصحر نقوم بعمليات الإعمار المحمية الثلاثية المسمة بوكلتوم بإطلاق الوحيش من نوع الحجل وذلك لتوفير الظروف للقنص المغربي الذي يمارس هذه الهواية في أحسن الظروف في الجامعة الملكية القنص اقتانت حوالي 50 ألف حجلة وزعت على جهات المملكة وكان نصيب جهات الشرق للقنص حوالي 4000 حجلة بالنسبة لإقليم جرادة النصيب كان حوالي 600 حجلة وسوف توزع حسب المحمية الثلاثية التي توجد بالإقليم للتذكير فهذه الأسراب من طائر الحجل تتم رعايتها بمحطة تربية الحجل بوجدة قبل إطلاقها للعيش بالفضاءات الغبوية هذا ويعد طائر الحجل بشكله الجميل عنصر توازن مهم في النظام البيئي الغبوي وعملا مشجعا على تنمية نشاط القنص بالمنطقة